يدخل لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون مطلع إلو سبتمبر المقبل لكن الأجواء المحيطة بالاستحقاق الدستوري لا تشي بحركة جدية للمرشحين الرئاسيين أو حتى للطامحين إلى الموقع الأول في البلاد لم يكن هناك في يوم آلية محددة للترشيح كان حتى في كثير من الأحيان يتم انتخاب رئيس في اللحظات الأخيرة ولم يكن هناك ترشيحات واضحة هذا ما تم سير عليه حتى الآن وفق الأعراف والتقاليد الانتخابات الرئاسية في لبنان لا تخلو من التدخلات الخارجية وغالبا ما يكون انتخاب الرئيس ثمرة تقاطعات خارجية وداخلية وهذا يعكس مدى تدخل بعض تلك الدول في الشؤون الداخلية اللبنانية اليوم بدك أقله توافق بين دول تعنى بالشأن اللبناني ما في حتى كلام بينهم عن انتخابات رئيسة أو عن الاستحقاء بلبنان بيد أن كتلا برلمانية وضعت مواصفات للرئيس من دون أن تسمي أحدا لكن ما يميز لبنان عن غيره هو أنه لا برامج انتخابية للمرشحين علما بأن منصب الرئاسة لم يعد يمتلك كامل الصلاحية بفعل اتفاق الطائف الذي قلص بعضها ونقل البعض الآخر إلى السلطة التنفيذية المواقف المعلنة تؤكد أن الخلافات كبيرة بين القوى الأساسية ما قد يؤخر انتخاب رئيس للبلاد ضمن المهلة الدستورية ويزيد من تفاقم الأزمات ترقب في لبنان لما سيجي تحت قبة البرلمان بدءا من مطلع الشهر المقبل وما إذا كانت الكتل البرلمانية ستنجح في انتخاب رئيس للبلاد أم أن الفراغ في سدة الرئاسة سيتكرر مجددا عباس صباق بيروت الميادين